يأتي الآن الجواب عن السؤال السابق ماذا صنعت قوى الشر المستعمرة نقول إن قوى الشر المستعمرة قد اتخذت الغزوة الفكرية وطاء ووسيلة مؤثرة للسيطرة والهيمنة على عالمنا الإسلامي وفي الحديث عن الغزو الفكري سنتناول بعض الحقائق العلمية والتاريخية المتعلقة به كما أننا سنقف أيضا على أصناف وصور من المستعمرين الحاقدين على عالمنا الإسلامي الغزو الفكري يحتاج الوقوف فيه على بعض النقاط الأساسية كالتعريف وبيان سلاح الغزو الفكري وكذلك الوقوف على سماة الغزو الفكري وكذلك وسائل الغزو الفكري ما المقصود بالغزو الفكري؟ إن الغزو الفكرية هو عبارة عن تغيير أحوال المسلمين السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية بل تغيير الأنماط والعادات والتقاليد التي كانت عليها الأمة لتتمشى مع سلاح الغزو الفكري وذلك بتغيير العقول والقلوب وتبديل الأفكار والقيم والعقائد ليصبح المغزو فكريا خاضعا بشكل تام لقادة الغزو وجنوده ولتصبح أيدي الأمة المستعمرة مغلولة لتعمل على تحقيق أهداف الأمة المستعمرة